السلام عليكم وحادقة ديالي كده يرين كنتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى الخير يا ربي صحة جيدة في أحسن الأحوال لكم والأهل ديالكم المهم لي وان شاء الله عندي واحد فيديو لطاجين المغربي الغني على التعريف يعني المشهورة عالميا حيث يتميز بالمطاق دياله الرائع وأنه صحي يعني فيه بزاف عدة أطبق يعني الطاجين اللي قدريكم باللحان بالدجاج بالخضر مهم أنا اليوم أختاريت نديرو لكم بالدجاج والخضر يعني الخضر أي خضر متوفر عندكم ما ديش نطبق لكم بزاف خليكم مع المقاديرين إن شاء الله وما تمشيوا فين بالمقادير عندنا الدجاج حسب أفراد الأسرة يعني حسب الاختيار شحل ما بغيتوا تديرو عندنا البصل يعني جوج حتى ثلاثة ديال حبات متوسطين للبصل يكون مقطعين مربعات صغيرة عندنا التوابل اللي قد تكون مبزار سكينجبير سودانيات حميرة وخرقون زيت الزيتون الرباح والتو أول حاجة ناخده الرباق صغور مدنوس يعني واحدة الملعقة كبيرة غادي نزيد عليها شوية زيت الزيتون يعني في اللغان شرمله الججاج ونحطوه جانبا كل ما شرملته وشرب شرموله كل ما مزيان المهم غادي ناخده البزار وسكينجبير وباقي التوابل غادي نخلطو مزيان غادي نزيدو تواب تقريبا واحدة ثلاثة ولا اربعة الفوصص تواب يكونوا محقوقين والملح ايضا حسب الضوغ غادي نخلطو ديك شرموله دينا مزيان كما كلكم البنية كل ما شرملتو جاجو بقا كل ما كي جيبنين بالاحسن أنا غادي نستعملي ديه باش نشرمل ديك جاج مزيان جاجي يكون منقي ومقطع قطع على الشكل هتخليو يعني ليلة كاميلة بالعيدة ساعات قبل من الطهي غايكون احسن ويكون شرب ديك شرموله وغادي يجي بنين وبقا وبحال هكيا حتى نكون بلد شرمي ديان باستخدامها باستخدامه بعد منذ شرب ديك شرموله وشرب ديك شرموله وشرب المزيان الآن غادي نستعمليه الباصر قبل ما نعطيه فوق النار غادي نوضع شوية المطايب يعني ضروري المطايب ضروري طااجين خصو المطايب باش مكيتش ما نشربه ابنات غادي نغطيه عليه نضيف نار مهيلة ونجعلها يتقل الآن سوف نضيف الخضر حسب الضوء انا اخترت انها بطاطة حلوة البطاطة العادية القرعة الجزار الفلفل والفلفل العادي خضر الحمر والجلبان لا عندكم شي حاجة بريسوا تطيفوها يعني انتم حرين تقدروا تطيفوها المهم نطلع على الطاجين المهم نضيف نضيف الماء الطيب. سنحيضها. نديرها في الزج. وتقريبا نخد نصف من هذا العصوص. ونخليه النصف. انتم ستشوفوا على عينكم كيفش. سنحيض من البصل ومن الماء على الطريقة. ونخليه بشوية في الطاجين. سنشد البصلة. تقريبا نقطعهم دوائر. باش ما يلسقي نشتك الدجاج. والجزر حتى هو. نقطعه على الشكل اللي بغيته. باش كيهز على الدجاج وما يتحرقش. سفي. ومن بعد. اغذي نخدو دك الدجاج اللي حيتنا. ونعودو نستفوه. قدرنا هاد العملية باش ما يتحرقش لنا الدجاج. ويجي طاجين بنين. من بعد. غادي نستفو دجاج. غادي نعود تاني ديرو فوق منها البصل. قطع يعني الدوائر. كما كتشوفوا قطعنا باقي الخضر. وغادي نستفوها الان في الطاجين. عام بتاو بالبطاطيس وموهم باش ما بغيتو. وتقدروا تزيدوا خضر اخرى اللي بغيتو. تقدروا متلا ما كي يكوش اللفت ما يديروش او القرعه. المهم كيبقى اختيار لكم. كل مكن غني يكون صحي ويكون بنين. يعني كل خضراء والفائدة اللي فيها والمضاق اللي فيها. مهم بعد مستفونا الخضر بحلقة. يعني غادي نبقى نزوقو. نزيدو الفلة حمراء ومهم. اه متما والضوق ديه لكم. اه من بعد غادي ناخدو ديك العصاص لك نحيدنا. انا ناخدو شوية تقريبا نص منها. نص من داك النص اللي ناخدونا في الاول. غادي نديروه فوق من الخضر. ومن بعد غادي نعطونا ستفو بطاطة حلوة نخليوها من الفوق حتى اشتغي يكطيب. ما بطاطة حلوة تجيبني لبالنسبة لي ما كيأكلوهاش غير يجربو يأكلوها وان شاء الله غادي تعجبكم. اه غمقوا على هذا الشكل غادي نزيدو الجزر حتى هوا من الفوق. مش كي يعطينا الوان نزوينين. والمضاق زوين. مهم. كم قام ستفو غادي نزيدو الجلبانة. الآن غادي نزيد قطعة الطماطم. اه قطعتها قطعة دائرية. وغادي نحطها من الفوق. على هات الشكل. مهم. شحل ما بريدو الكيمياء اللي بريدوه. بالنسبة لكيلي ما كيأكلوهاش يقدر ميديرهاش. وكن نكملو دوك الشي اللي بقي قلينا في دي كلاسوس اللي نحيتنا في اللوول. كان هاتو نحطها من فوق. باش ديك الخضراء كلها تشرب ديك شرمولة وتوصل لها. اللي مسل الاخيرة. فلفل حار. باش كيت لقلي نحت اول البنة ديالو. اكيد زيت الزيتون من الفوق. الطاجين يعني معروف بزيت الزيتون. وغاو من بعد غادي نزيد واحد شوية دي المطايب باش يلقى الطاجين في ني طيب. نزيدو غايف القند نحاولو ما نقصوش الخضراء. باش ما سبسلش لينا. من بعد غادي خليوه يطيب فوقع عفيا مهيلة. ونسدو عليه مره مره. خصنا نبقى ونطلو عليه ونحرقوه على تشكل. ونبقوا ناخدو ديك لاصوس. اه دك المال اللي درنا. يعني كيت لقو دوك توابل في بعضياتهم من عناصر. يعني مبقوا ونسقي وبحالة تشكل هكا. باش الخضر كل تستافت من دك لاصوس. ومديك شرمولة. ونخليوه يكمل طيبو على عفيا مهيلة. ومره مره مره مقا نسقي كما كليكم. شوفوا البنات. ها هو الآن خضرات طياب وطابت. يعني حتى كتتأكدوا ان الخضر كلها طابت. يعني عاد باش كتطفى عليه. وكيما كتفوا البنات كيجي غزال غزال بالسف. وبنين. وصحي. اه كنت سمنى انكم تجربوه ان شاء الله وين الاعجاب ديالكم. كيما شفتو يعني بسيط ونقاتل تيلو يعني رمتو اجده في اي بيت. مهم كان هذا هو الفيديو ديال اليوم. كنت سمنى انه من الاعجاب ديالكم. وما اشتركوا في القناة.